اشتركوا في القناة 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 خضت لها طبعاً زي مناسب لها بحيث أن يكون هذا الزي موحد على كل طبعاً إمارات الدولة جميل نزيل زي المدرسة كان الأخضر هات طبعاً في المرحلة الابتدائية منعقبها من المرحلة الإعدادية وفوق الأزرق أو الكحلي نزيل اليوم الدراسة كيف كان الطابور منشد ذكري من الطابور الطابور الحياة المدرسية كنا نروح للمدرسة الصبح نتجهز نترتب وتكشق ونروح للمدرسة كان في الطابور نظام أو تفتيشات على الأظافر أو اللبس النظافة وغيرها ومن غير تحية العالم والتمارين الرياضية نزيل من منا من يوم هنقدر نقول الجميل خلنا نتذكر أيضاً أو نسترجع ذكرياتك في الأيام الدراسية عن الزي المدرسي ذكرتي مريم قلت إن من أحلى اللحظات لما يعطونك البيزات عشان تأخذين الثوب المدرسي لكن الإجابة بعد هذا الفاصل مشاهدين الفاصل بنرجع خلقكم إيانا ورجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل ورجعنا مع ضيوفنا اللي بنورينا اليوم في الأستوديو الأخة مونة لبلوشي وأيضاً الأخة مريم الحمادي أهلاً وسهلاً فيكم من يديد اليوم حديثنا عن النظام التعليمي أو الخطة التعليمية سألتك قبل الفاصل قلت من أسعد اللحظات ممكن اللي لما يعطونك البيزات عشان تأخذين المريول المدرسي فأكيد رجعتك للزمن الجميل مريم سألتك كانت أفضل لحظات عندي بترتين فترة الفصحة قبل الفصحة كان يوزعون علينا في كوارتين الوجبة الغذائية كان التغذية عندنا غير طبعاً كنا نعيش حالة استثنائية تهيئة مثل ما نقول نفسية مثل ما نسمينا كنا وليمة بس كانت وليمتنا كانت دسمة كانت كأنها وجبة غذائية متكاملة كان فيها الكاو والجالكسي كان فيها القطعة فاكهة كان فيها السمون وبهذه الطريقة كانت تكرر هل من نظام التعليمي الكويتي؟ نعم نظام التعليمي الكويتي استمرت معنا طبعاً هذه الوجبة نحنا كنا نتسابق منه كان طبعاً يشيل الكيس ويوزع كان تزرح فينا نوع من القيادة بس ما ندرك أنها هي طبعاً نحكي قيادة إلا بعد ما كبرنا وعرفنا هذه نوع القيادة الشيء الثاني يوم طبعاً تينا المعلمة دق علينا الباب نحن بيتم توزيع لكم الملابس وقيمة التفصيل كنا بقمة السعادة نحن محصين فلوس راكضين حق أمنا وابونا نحصلنا فلوس طبعاً كانت عبارة عن 300 درهم وبنفسها طبعاً الكيس كان محطاي فيها القطعة باللون الأبيض كانت بمطلون والقطعة البنية كانت حق المريون فكانوا يعطوني قطعتين على طوال هالسنة نفصلها وإحنا شايدين هالتشياس وشايدين هالضرف اللي فيه فلوس رحمة الله عادة طبعاً الشيخ زايد طيب الله فرى فقمة السعادة كنا فيها ونروح بروحنا نفصل ونسلم الفلوس حق أمونا طبعاً ويستانس فيها فنتهيأ على طول حقنا نحن يعني بقيمة الفرحة نحن ندخلها بقلبوبنا هالفلوس وصلت جميل هيا ونسلمها نلبس طبعاً ما كان قبل الكواي كان موجود بس من تنغسل طبعاً المريون ويتعلق على طول الحبل على طبعاً في يوم ثاني لبسنا ورحنا ما كان واحد يطالع الثاني إنه ما مكواي وإلا ما تكرفس وما شابه ذلك الحياة كانت بسيطة كله كان الجو كان الجو بساطة كانت فيها لما تتكلمين مريم ذكرت الجمعيات والأسهم إذا لحكت عليها مونة ومريم مونة ذكرين الجمعيات اللي هي تبع المقاصف لحكت عليها إذا كانوا يخطأ عنا درهمين ويردونهم آخر سنة بعد أن نسأل مريم عنهم مع الشهادة آخر شيء كان مع الشهادة مريم أنا أذكر أن قبل أن ندفع درهمين نحص المئتين أو نحص المئة وخمسين يعني كانت قيمة قيمة صحيح قيمة كانت فكنا نطلب منهم أن نحنا ممكن ندش أربع درهم وبالعكس نحصلها تشجيع من والدينا أن أخذوا الفلوس استثمروها لأن بعدها بتكون القيمة بايد كبيرة فكنا قلت نسابق فيها فكل واحد طبعا هو اللي يجمع فآخر شيء بعدين قالوا لا ما يستوي لكل طالب ليس لسهم واحد اللي يدخل فيه فبعد كانت حلوة كانت على أيامنا يعني المئة وخمسين وثمائين أو مئتين درهم كانت طلع حاليا توصل إلى الاثنعش درهم يعني هالل حسيت من عيالي وبعدها طبعا ما زالت الجمعية لا توقفت حاليا توقفت حاليا جميل خلنا نتكلم عن المناهج بما أنت عشتي النظام الكويتي ووزارة التربية والتعليم فكلمين عن الاختلاف من بينهم دخلتي مثلا عشتي فترة في النظام الكويتي يوم بعدين وزارة التربية والتعليم حسيت بصعوبة في هذه الفترة لا الحمد لله ما كان في صعوبة ولا كان استكمال عادي الصعوبة الصعوبة التي تذكر بالعكس كانت المناهج دائما مراعي للخصائص المرحلة العمرية كمناها ولله الحمد كانت فيه التوأمة موجودة ما بين المناهج الكويت والمنهج دولة الإمارات بس المختصين اللي قاموا على بناء المنهجية تولية الإمارات أكيد من أهل البلاد بالاستعادة مع الدول العربية أصحاب الاستشارات والخبراء فيها في هالموضوع دخلت على الصف على نقول على الأول ثانوي يمكن عشت المادة الفرنسية تعليم اللغة الفرنسية المادة الفرنسية الفرنسية هاي كانت مادة أساسية كانت كم سنة تمت ما لحقنا هاي المادة الأساسية أنا خلتها على الأول فيها سنتين فعشنا طبعا التلفظ بلغات ثانية أو التهجي بلغات ثانية جدا كنا نستمتع في بعض المفردات فيها فكنا حتى في الفصحة كنا نقول المفردات هذه وما زلت يحفظ بعض المفردات تقريبا مغسي يعني الكلمات البسيطة البسيطة جدا لقد تحقنا على الأساسيات وبعدين اللغة كانت معلمة الله يذكرها بالخير كانت أستاذة وفاء كانت مصرية بس كانت تخصصها فرنسي كانت تخصصها هذا منهج من وزارة تربية من منهج وزارة تربية وتعليم شو شفتي الأختلاف الأستاذة مريم بين النظام القديم والنظام الحديث حتى الطلاب يعني كيف تشوفين الاختلاف الاختلاف بقول لك يعني هو هو طلع أننا وإلى الله الحمد لله نكت عضوة من ضمن المساندين في وضع منهجية رياض الأطفال جميل الأنجندة الوطنية فراعين المرحلة العمرية جدا خاصة الكي جي ون والكي جي دو ومبعدها كان فينات متخصصين على الحلقة الأولى فكانت الخطة عندنا خطة تكاملية يعني بحيث أن إذا خض مثلا بعض المفردات الموجودة أو بعض المعلومة التي كانت مثلا عن في رياض الأطفال بحيث أن يروح الأول الساسي يكملها يعني مثلا عن الشمس عن الكائنات مثلا الحياة كيف تعيش وكيف هاي لهم وهاي كلها من خضاها الصفة الأول الثاني روضة عفوا بتحق على الأول الأساسي خضاها بس بتعمق شوي زيادة تهيئة يعني التهيئة المعلومات هالي تهيئة للمرحلة التدائية أختي عاشي كانت تمهيدي من تمهيدي تعطي عمق بحيث أن ينتقل الصفة الثانية الأساسي فيها عمق زيادة ينتقل الصفة الرابع الأساسي فيها عمق زيادة بس المادة ككونها موجودة يعني مثلا بقلت مثلا في مادة العلوم عندنا مثلا خصصة مثلا فيزياء عندنا الأحياء عندنا الكيمية نحن كمخصصين نعرف أن العلوم عندنا كمادة أساسية بس فيها التخصصات المجالات بس طبعا ما يع Resource لم يعي فيها المعلمين بس نقول هاي مادة العلوم لكن падاخل منهجية الجدة الوطنية لدولة الإمارات في عندنا هالخصصة بحيث أن التخصص في مادة العلوم هي تعتبر أساسية مادة العلوم مادة الرياضة واللغة الإنجليزية واللغة العربية هاي تعتبر مادة أساسية بكل المراحل العمرية المراحل العمرية كانت فيها عندنا نحن التكاملية نسميها العلوم المتكاملة لو لاحظت الرياضيات المتكاملة هاي الأمور ليش سموها متكاملة على أساس تبني معلومات من حق ولا حق فيها جميل يعني الجميل أستاذة مريم أن من كلامك فهمت أن حتى الرياضي الأطفال هنا يستقبلون معلومات تتهيئهم للمرحلة الأساسية المرحلة الابتدائية يعني نحن على أيامنا كانت رياضي الأطفال تقتصر على اللعب على المعلومات البسيطة يعني الحيين الكائنات الحية بعض الأمور المهمة اللي أكيد تنفع للطالب فالذكرية رياضي الأطفال مونة كانت على أيام يعني ما نروح الرضا على طول دخلت شسم الصف أول على طول تعليم الأساسي بمتحان بسيط بمتحان بسيط وعادي يعني أما الحين المدارس يعني الرضا كانت كيجي وان كيجي تو مع صارت الحين أكيد رياضي الأطفال مرحلة أولى ومرحلة ثانية يعني نحن حتى منا نسعد لما نشوف يا هل شال آيباد آيباد يتعلم من التعليم الذكي يعني هذه مبادرة جميلة في الحقيقة لما نشوف حتى صاحب السموح حاكم الشارقة الشيخ الدكرة السلطان بن محمد القاسمي لما يروح إلى رياض الأطفال يعلمه بنفسه كيف يتأستخدام هذه الألواح الذكية تعليقك على هذا الموضوع صحيح طبعا ينزل الله خير في ميزان حسناتي طبعا والدنا الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه يبارك في عمره طبعا هو بدأ من الصفر من أساس السلم التعليمي يمكن ميزان التربية والتعليم خلط من الوسط فوالدنا الشيخ سلطان بدأ من الأساس بدأ من مرحلة رياض الأطفال فكانت أول انطلاقت له كانت بمركز التطوير في الشرقية فنزل بروحة مع الشيخة بدور الله يحفظها وبدأ يفتح جهاز التابلت ويعلم لكل الطفل فأنا حكيت حاضر الواقعة فكانت موقف جميل له شدني أنه يقول لأ بابا هذا يشتغل يشتغل صدق يشتغل صدق يشتغل فسبحان الله من الأطفال يعني كانت انطلاق المبادرة فمسح على رأسه الشيخ سلطان طبعا قال هاي حبيبي يشتغل توب دق يشتغل يطلع صوت هذا اندل يدل على اهتمام أكيد وبعدين سبحان الله خضت تغذية الراجعة طبعا الناس المختصين في التابلتات وطوروا وانطلقت طبعا للمرحلة الأساسية في وادي الحلو مدرس طبعا الحصن فبعد الله يحفظه كان هو متواجد بانطلاقة هاي المبادرة وتوزيع شخصيا على كل طالب في إيده فبدأ طبعا الانتقال من التابلت من رياض الأطفال ومشى معنا في السلم التعليمي كانت رياض الأطفال وما زالت ليست إلزامية ليست إلزامية وإنما هي اختيارية الإلزامية تبدأ من الصف الأول الأساسي بس الآن طبعا الكلمة تفتح والكلمة يسارع للتعليم ويسمع عن التعليم في دولة الإمارات وهيئة حتى الطفل للمرحلة الأساسية بالدرجة الأولى فكانت دخول الطفل في البيئة بيئة الروضة تهيئة نفسيا للمرحلة القادمة ساعدنا جدا بلقائنا معاكم الأستاذ مريم الحمادي كل الشكر على تواجدك اليوميانا وعلى هذه المعلومات القيمة وأيضا ساعدنا بتواجد الأخة منة البلوشي كل الشكر على تواجدك اليوميانا ببرنامج اليوان والله يعطيكم العافية إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم لقانا إن شاء الله في حلقة مقبلة بموضوع مختلف إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا عيشة الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل تصبحون على ألف خير ترجمة نانسي قنقر